طيب بصوا بقى مبدئيا يعني دي جحق لو جيت سألتني قلت لي فين القصة القصيرة أقولك يا مولانا القصة القصيرة PDF فمش هنقعد نقرأ خضرتك قصة قصيرة دلوقتي على الهوى عمر آخر واحد بالمناسبة عجبني بقى في ايه أنا عايزه يبعد تاني وعايزك تثبت الإوالة عم عمر يعني مش المفترض إن أنا أقولك كده أنا هغششك بقى أولا عايزين بس نفهم الناس إنه دي قصيدة للدكتور محمود طلعت وكان غناها الشيخ مشاري راشد عجبني بقى في ايه في عمر إنه خرج بره المألوف كله بيغني هو قرر إنه يقول هذه القصيدة وقصيدة بقى ايه جميلة كده يا ظريفة لطيفة في حب الرسول عليه الصلاة والسلام أو انطلاقا خد بالك القصيدة انطلاقا من كلام الرسول ومن وصاياه للناس وما إلى ذلك فعجبني جدا إنه طلع بره المألوف حلوة منك عمر من اسمعالية بس أنا عايزك تظبط الأولى أكتر ده على سبيل المثال حنيم بتغني من غير ما تقلت فايزة أحمد وده جيد وعملة جوة برضو وإضاءة وحاجات زي كده باسم لازم يظبط الأولى أكتر هو طبعا حتى إفاكت وعمل ريفارب وجوة عالية يعني بس أزبط الأولى أكتر خلاصة الكلام يا جماعة آه استنوا فيه كمان بنوتة اللي كان بتقول الشعر بالعامية دي من عندنا في الصعيد صح؟ بس عايزة افتكار كانت أظن سواج مية 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 فل أنا عايزة أسمع حاجة تانية من المينيا من المينيا اسمها إيه أولاد عشانا بقيت جونير ملاك إبراهيم حلو أنا أمبسط جدا لما بسمع شعر باللغة العامية جدا 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 في النهاية لغوتنا متاعتنا مصر صح؟ طيب أنا عايز تانية يا جونير يعني عايز قصيدة تانية أنا عايز تديلي قصيدة تانية وأطول من كده شوية هل دي من ضمن الشروط؟ لا إطلاقا يعني هل ده معناه أنها دخلة يعني هل الناس اللي معنا دي كده دخلت معنا النهائي برضو لسه ده كل ده لسه اللجنة ما عملتش بقى الشغل اللي هو إيه؟ أوعى فرتكى لسه هل يقول لده لسه منستقبل اللي حضراتكم بتبعته لنا على الصفحة بتاعتنا التاسعة فأنا أدعوكم للمزيد من الإرسال قصة قصيرة شعر فصحة أو عمية أهلا وسهلا واللي يكتب فصحة يخلي باله عشان الفصحة مش سهلة خالص لغة العربية تبقى مظبوطة وإنت لما هتيجي تلقيها هتلقيها بالتشكيل بتاعها شعر العمية نصحتي بقى شعر العمية بالذات فلسفة فلازم بقى فيه عندك فلسفة ما في القصيدة اللي حضرتك كتب يعني لو جيت قريط ربعيات صلاح الجهين أو جيت قريط قصايد فؤاد حداد أو 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 إنت هتلاقيه فيه فلسفة في الكلام مش مجرد كلام موزون ومقفة فخدوا بالكم